اهلا بكم بفيديو جديد من الموسوعة العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن هل خلي التفاح يعالج الثعلبة؟ تعتبر الثعلبة واحدة من الامراض الوراثية التي يصعب التخلص منها ومن آثارها التي تكون محرجة للمصابين بها فهي تعمل على تسقط الشعر لكن بصورة غير منظمة وهو ما يترك فجوات كبيرة في رأسك لا تنبت شعر مرة أخرى لذلك سنقدم لكم اليوم الجواب عن هل خلي التفاح يعالج الثعلبة؟ قد تظن أن الثعلبة تصيبك في فروة الرأس فقط والحقيقة أن الثعلبة قد تؤثر على الشعر في كامل الجسم لكن هل بالفعل لا يوجد علاج للثعلبة أبداً ولا حتى بالطب البديل؟ في قديم الزمان وقبل التطور في عالم طب البشري الحديث كان هناك الطب البديل الذي كان له فعالية في الكثير من الأمراض في الوقت الذي عجز الطب عن الوصول لعلاج نهائي لها وكان الخل من أهم المكونات التي تم استخدامها لتحسين صحة الشعر بصورة عامة والتخلص من جميع المشكلات التي يصاب بها ولم يتوصل العلم الحديث لعلاقة وطيضة بين الخل وتحسين صحة الشعر إلا أنه ما زال يستخدم حتى الآن لعلاج أمراض الشعر المختلفة ومن أهمها الثعلبة والأهم من استخدام الخل هو الطريقة التي يتم بها استخدامه حتى تصل في النهاية إلى النتيجة التي تكون فيها لا تعاني من الثعلبة بعد الآن ليس فقط في فروة رأسك بل وأيضا في جميع المناطق التي يتواجد بها الشعر كمنطقة الحاجبين وشنب الرجال وباقي مناطق الجسم يعمل الخل على التقليل من أثر ثالبة على الشعر من خلال مساعدة المناطق المصابة في أن تعيد إنتاج بصيلات الشعر من جديد وبالتالي تبدأ في أن تقضي على الفراغات التي سببتها الثعلبة يعتبر خل التفاح على علاج الأمثل للقضاء على القشرة والتي تعتبر واحدة من المشكلات الصعبة للشعر لأنه يصعب التخلص منها حيث يقوم الخل بالقضاء على الفطريات التي تتسبب في ظهور تلك القشرة ويمكن استخدامه من خلال التقشير حيث تقوم بوضع ملعقتين كبيرتين من الخل على ملعقة كبيرة من السكر وقم بفرق فروة الرأس جيدا ولكن انتبه لا يكون الفرق بقسوة ومن ثم قم بشطف الشعر جيدا للخل أثر كبير على فروة الرأس من خلال توازن الكيمياء به فهو يعمل على التوازن بين الوسط الحمضي والقلوي والذي يتغير عن الطبيعة الصحية لفروة الرأس عند استخدام الشامبو والبلسام وهو ما يجعل الشعر يفقد زيوتا أساسية ويعرضه للجفاف وبالتالي التقصف يستطيع خل التفاح أن يعطي للشعر الحيوية واللمعان فبعد أن تغسل شعرك جيدا قم بشطفه بخل التفاح ستجد نتيجة فورية لشعر ذو لمعان لا يصف ولا يوفره لك أي منتج آخر يحتوي على مواد كيميائية مضرة للشعر يساعد خل التفاح في التخلص من جميع الشوائب أو الأترب العالقة به والتي تعمل على سد المسام فيما بعد مما يجعل الشعر لا يتنفس جيدا ويتعرض للتساقط ولا يستطيع أن يبقى على طبيعته الصحية كثيرا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تابعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر